اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا في كل مكان بنتابع معاكم توطيطنا اليومية وبنتابع فيها احوال الطقس اعلنت هيئة الارصاد الجوية النوع تبارا من النهاردة الجمعة 8 ابريل وعلى مدار الاسبوع القادم بيشهد شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاض في درجات الحرارة اذرت هيئة الارصاد الجوية المواطنين من تخفيف الملابس بالفعل في عدد كبير من المواطنين خلال درجات الحرارة المرتفعة خفيفوا الملابس ولكن فيه تحذير من تخفيف الملابس من هيئة الارصاد الجوية ويجيب ارتداء ملابس ثقيلة الى حد ما تناسب الجو كشفت الاقمار الصناعية تأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية غربية بتتسبب في انخفاض درجات الحرارة بداية من غدا او من اليوم الجمعة وحتى يوم الثلاث اللي جاي ليسود طقس ربيا يمائل الحرارة نهارا مائل البرودة في فترات الليل والصباح الباكر ايضا من المتوقع ان تسجل القاهرة اليوم الجمعة خلال ساعات النهار 32 درجة مئوية بينما ستسجل درجة الحرارة 15 درجة مئوية ليلا اما محافظات السواحل الشمالية فمن المتوقع ان تسجل 23 درجة مئوية نهارا وستكون درجة الحرارة ليلا 15 درجة مئوية ايضا توقع خبراء الطقس سقوط امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة اليوم الجمعة ايضا بنتابع مع حضراتكم تحذير من الارصاد الجوية من تخفيف المواطنين لما لابسهم خلال ساعات الليل والصباح الباكر نظرا لانخفاض درجات الحرارة عن ساعات الظروة من المتوقع ايضا ان تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وذلك اليوم الجمعة بداية من الساعة الرابعة صباحا وحتى الثامنة صباحا ايضا يتوقع خبراء الارصاد الجوية نشاط لرياح اليوم الجمعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء والشمال الصعيد هتكون على فترات متقطعة كمان بيتوقع خبراء الارصاد نشاط رياح اليوم على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وغرب البلاد وجنوب الصعيد وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة خلينا ايضا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم الجمعة خلينا نبدأ بالقاهرة والوجه البحري الكبرى هتكون 32 درجة والصغرى 15 درجة السواحل الشبالية الكبرى 24 درجة والصغرى 16 درجة جنوب سيناء الكبرى 37 والصغرى 24 شمال الصعيد الكبرى 38 والصغرى 19 جنوب الصعيد الكبرى 43 درجة والصغرى 24 درجة كانت الايام الماضية شهدت ارتفاع كبير في درجات الحرارة زي ما تبانى معاكم نظرا لتعرض البلاد لموجة حارة وصلت خلالها درجات الحرارة الى 48 درجة مئوية منذ بداية شهر رمضان الكريم كان بيسود تقص شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد معتاد الليلا على كافة الانحاء بالاضافة الى ان الاسبوع الماضي ايضا شهدت ربع لقى نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ايضا شهدت البلاد خلال الايام الماضية وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية منه الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وهتستمر تلك الشبورة حتى نهاية الأسبوع القادم لكن أيضا هتنخفض درجات الحرارة زي ما قلنا لحضراتكم هتنخفض بدءا من اليوم الجمعة نظرا لتأثر البلاد بكتلة هوائية شمالية غربية سيكون لها دور كبير في نشاط الرياح والأتربة وانخفاض درجات الحرارة بشدة ليلا لذلك زي ما قلنا لكم بنأكد مرة تانية تحذير هيئة الأرصاد الجوية بالالتزام بالملابس الثقيلة ليلا وتجنب الأشخاص المصابين بالحساسية من الأتربة أو مرضى الجيوب الأنفية من التعرض للأتربة التي تسببها الكتلة الهوائية على مدار الأسبوع المقبل أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التوطيع شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء